سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي استقبل يوم أمس الملك عبد الله الثاني بن الحسين ملك الأردن والشيخ محمد بن زايد النهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات وذلك في اللقاء أخوي وودي في قصر الاتحادية اللقاء شاهد أيضا إقامة مأدوبة إفطار على شرف ضيوف مصر الكرام تبادل الزعمال أشقاء التهاني بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك وتم التباحث أيضا حول تطورات مسارات التعاون المختلفة ما بين مصر والأردن والإمارات استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم في لقاء أخوي ودي كل منه جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهشمية والأمير حسين بن عبد الله الثاني ولي عهد المملكة الأردنية الهشمية وسمو الشيخ محمد بن زيد النهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة أضاف المتحدث الرسمي أن لقاء شهد التباحث حول تطورات مسارات التعاون المختلفة بين مصر والأردن والإمارات حيث تم توفق بشأن استمرار التنسيق والتشاور إذا أكافت القضايا والملفات ذات الاهتمام المتبادل بهدف توحيد الرؤى والتحركات ودعم العمل العربي المشترك وبذل الجهود اللازمة لصون الأمن القومي العربي كما هنأ السيد الرئيس وسمو ولي عهد أبو ظبي جلالة ملك الأردن على ناجح العمليات الجراحية التي أجرها مؤخرا متمنين له دوام الصحة والعافية فيما أرب جلالته عن شكره وتقديره للمشار الأخوية الطيبة التي أدها شقيقه المصري والإماراتي وقد رحب السيد الرئيس بشقيقيه الأردني والإماراتي ضيفين عزيزين على مصر معرباً سيادته عن التقدير للعلاقات الوثيقة والتاريخية التي تجمع البلدان السلساء على المستويين الرسمي والشعبي فضلاً عن التشابك الحضري الممتد بينها ومؤكداً تطلع مصر إلى تعزيز التعاون البناء بين مصر والأردن والإمارات والانتلاق سوياً نحو أفاق واسعة من الشراكة الاستراتيجية التي تؤسس لعلاقات ممتدة وتحقيق المصالح المشتركة وتصب في خانة تعزيز العمل العربي المشترك كما شهدت المباحثات كذلك استعراض آخر مستجدات الأوضاع في المنطقة خاصة تطورات عمليات السلام في الشرق الأوسط وتنسيق القائمة بين دول السلاس في هذا الإطار كما تم تبادل وجهة النظر بشأن عدد من القضايا الدولية خاصة تطورات الأزمة الروسية الأوكرانية والدور العربي في هذا الصدد حيث تم التأكيد على أهمية تغليب لغة الحوار والحلول الدبلوماسية وعقب انتهاء اللقاء استحب السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي ضيوف مصر الكرام حيث قام سيادته بتوديعهم بسلامة الله اشتركوا في القناة